سيد عامر أهلا بك معنا بعد 12 يوما لم تستطع أوروبا ولا للهات المتحدة الأمريكية أن تفرض عقوبات على قطاع الغاز والنفط الروسية هل هذا يعني ببساطة شديدة أنهم لن يستطيعوا الاقتراب من هذا القطاع مما سيكون له تأثير سلبي على الكثير من الدول الأوروبية وعلى رأس هذه الدول ألمانيا بالطبع أم لا؟ نعم صحيح بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك أستاذ أحمد وشكرا على الاستضافة بالفعل قدرات وحاجات الدول الغربية مختلفة من دولة إلى أخرى 700 ألف برميل يوميا من النفط الروسي للجميع المتحدة تختلف عن 2 مليون نص إلى الاتحاد الأوروبي إلى الدول الأوروبية كذلك الاعتماد في داخل الاتحاد الأوروبي يختلف من دولة إلى أخرى بينما ألمانيا هي ثاني أكبر مستورد للنفط من روسيا بعد الصين كذلك هي أكبر مستورد للغاز من روسيا أكثر حتى من أي دولة أخرى وبالتالي الاعتماد الألماني على وجه الخصوص والمعارضة الألمانية لاحظناها بشكل أكبر في اليوم على سبيل المثال على لسان وزير الاقتصاد الألماني عندما أعلن بأنه سيعارض أي عقوبات تفرض على قطاع الطاقة الروسي بينما هناك الضغط من داخل الولايات المتحدة من مجلس الشيوخ الأمريكي وحتى من مجلس النواب الأمريكي ومن الجمهوريين والديمقراطيين على الإدارة الأمريكية لحجب النفط الروسي على الولايات المتحدة وهذا أعتقد بأنه سنراه قريبا ربما اليومين القادمين وهذا ما هدأ الأسعار اليوم بعد أن تفعت إلى أرقام قياسية وصلت قريب 140 دولار للبرميل انخفضت قبل قليل إلى حوالي 123 دولار لبرميل برينت لكن اسمح لي دكتور هل فكرة البدائل من الممكن أن تكون متاحة قريبا هناك حديث على أن الاتفاق النووي مع إيران من الممكن أن ينتهي خلال الفترة القادمة فيهتيح لإيران ضخ المزيد من النفط في الأسواق العالمية كذلك هناك حديث عن تخفيف العقوبات على فنزويلا وبالتالي سيتيح لها أيضا ضخ كميات أخرى إلى جانب الغاز والنفط في الشرق الأوسط المتوفر بالفعل في الدول العربية والخليجية هل هذا سيتيح إيجاد بدائل عن الغاز والنفط الروسي مما سيعطي مساحة لإضافة مزيد من العقوبات على هذا القطاع في روسيا أم أن إيجاد البدائل من الصعوبة بمكان ولن يكون موجودا بين عشية وضحاه وارد وممكن إيجاد البدائل خاصة من النفط بخصوص القارة الأوروبية وولئات المتحدة وولئات المتحدة اليوم أعلنت كندا بأنها ستعوض وولئات المتحدة عن النفط المستورد من روسيا عن طريق ألبرتا النفط المرعب ألبرتا وكذلك هناك خطط الولئات المتحدة حتى لإعادة المصادقة على خط كيستون إكس إل الذي تم إلغاء المصادقة عليه مجرد جلوس الرئيس الأمريكي بايدن على مقعد الرئاسة هذا الأنبوب كان سيوفر حوالي 800 ألف برميل يوميا من النفط الكندي إلى الولئات المتحدة وبالتالي البديل موجود لوئات المتحدة لدول أوروبية نحتاج ربما المزيد من النفط سواء من دول أوبيكي بلس وهناك أيضا حديث عن زيارة قريبة للرئيس الأمريكي إلى السعودية لحثها على زيادة إنتاجها من النفط وحديث أيضا عن طبعا الملف النووي الإيراني ما فاجأت جميع في اليومين الماضيين هو دخول روسيا على خط المفاوضات أو خط إحياء الاتفاق النووي ما بين إيران ودول خمسة زائد واحد كمعرق لهذا الاتفاق روسيا اشترطت على أن تستثني العقوبات إيران من أي علاقات تجارية أو اقتصادية ما بين روسيا وإيران عقوبات المفروضة على روسيا الجديدة وأيدت ذلك إيران بهذا محاولة وضع أسفين في جدار العقوبات التي يبنيها الغرب باتجاه روسيا وأعتقد بأن هذا لن توافق عليه دار الأمريكية وهذا ما أجل الاتفاق النووي الإيراني كان من المفروض أن يكون هذا الاتفاق يعني وارد هذه الأيام والنفط الإيراني قادم إلى الأسواق بعد شهرين أو ثلاثة كما تحدث المسؤول الإيرانيين لكن عرقلت هذا الاتفاق أيضا قد يؤخر العقوبات أو قد يؤخر عقوبات بعض الدول الأوروبية على روسيا وعلى وجه الخصوص هولندا وألمانيا طيب في المقابل دكتور إذا استطاعت الدول الغربية أن تتخلى ولو شيء قليل عن الطاقة من روسيا ما تأثيرات ذلك على روسيا بشكل عام؟ هل سيحدث انهيار اقتصادي كما يقول البعض؟ هناك قدر من المبالغات ومن الممكن أن تفتح روسيا أسواق جديدة أو الصوخ الصيني سيكون مستعد لاستقبال المزيد من الطاقة الروسية؟ نعم أستاذ أحمد سؤال مهم بحيث أن الجميع يحسب حسابات بأنه سنحجب جميع إمدادات الطاقة كأنه أن روسيا لن تصدر ولا أي برميل إلى الخارج أو لن تصدر حتى غاز إلى الخارج هناك أنابيب ممدودة ما بين الصين وروسيا وتصدر بالفعل روسيا إلى الصين حوالي المليون وسبعمائة ألف برميل من إنتاجها يعني أكثر من حوالي العشرين بالمئة من إنتاجها أو من صادراتها وبالتالي أيضا هناك كميات كبيرة من الغاز حوالي 16 مليار متر مكعب من الغاز إلى الصين سنويا فهذه الكميات يعني لا تعادل طبعا الصادرات الحالية نحن نتكلم عن اعتماد بنسبة من 40 إلى 50% في إيرادات الموازنة على صادرات النفط والغاز انخفاض هذه الإيرادات في دولة كبيرة مترامية الأطراف بإمكانيات عسكرية كبيرة واحتياجات أيضا عسكرية كبيرة كنفقات عسكرية ونفقات أيضا بنية تحتية هذا سيؤثر على استدامة النظام في روسيا وعلى شعبية الرئيس الحالي بوتين في روسيا وعلى أيضا مقدار الصمود الذي يعني متوقع أن يكون سواء للحكومة أو للمواطن أو للشعب أو رضاء الطبقة الكادحة في روسيا على القيادة في روسيا فبالتالي هذا الأمر مثار جدل وعدى الكيميات التي تستطيع روسيا تصديرها إلى الصين قد تستطيع الالتفاف على العقوبات عفوا سيد عامر أتمنى أن تبقى معي سأعود إليك بعد قليل لكن الآن نذهب لكلمة مسجلة لوفد التفاوض الروسي بعد انتهاء جولة التفاوض الثالثة بينه وبين الوفد الأوكراني فلنتابع عيد لي من الأول طيب كرام هذا هو وفد التفاوض وفد التفاوض الروسي سنعود للكلمة مع الترجمة بالفعل بعد قليل لكن وفد التفاوض الروسي يقول سنواصل المفاوضات مع أوكرانيا وتحدثوا على أن لن يستطيعوا الحديث عن مخرجات هذا التفاوض أو الوصول إلى نقاط محددة هذه اللحظة في المقابل الأوكراني يتحدثون على أن هناك تحرك إيجابي ما في مثل هذه المفاوضات والتي تتركز بشكل أساسي على مسألة فتح ممرات من الإخراج المدنيين واللاجئين نعود للكلمة بالترجمة هذه المرة اليوم كان النقاش صعب نقشنا مواضيع الممرات الآمنة وتركنا بعض المواضيع لديهم للنقاش ونتأمل أن يتم غدا العمل بالممرات الآمنة ويحافظ الجانب المقابل على وقف إطلاق النار في المعادة المتفق عليه نحن جئنا إلى هنا بكم كبير من الأفكار والعروض والاتفاقات وكنا نأمل أن يتم اتخاذ بعض القرارات الإيجابية ولكن جهة الأوكرانية أخذت كل هذه الملفات إلى بلادهم ولم يستطيعوا التوقيع على أي منها وأقول لكم بصراحة لم نكن نتوقع هذا الأمر ونتأمل أنه في المرة القادمة يكون الأمر أن يأخذ الأمر على محمل الجد شاهدين الكلام تابعنا معكم هذه الكلمة لوفد التفاوض الروسي مكان التفاوض كان على الحدود البلاروسية البولندية ويقول وفد التفاوض الروسي نقشنا مع الجانب الأوكراني مسألة الممرات الأميناء وكانت هناك بعض العروض الوفد الأوكراني قال أنه سيعود بهذا الطرح للقيادة الأوكرانية للرد عليها وعلى ما يبدو أن هناك جولات قادمة لهذا التفاوض عودة للدكتور عامر الشبكياء الخابير في مجال النفط والطاقة مرة أخرى دكتور دعنا نأخذ خطوة إلى الأمام في هذا النقاش ونتحدث هذا الارتفاع المستمر والكبير منذ سنوات كثيرة فيما يخص أسعار النفط بشكل عام ما هو تأثيره على دولنا العربية على دول الشرق الأوسط في هذا السياق كيف سيؤثر خصوصا أن على ما يبدو أن هناك بعض الدول بالفعل بدأت في تحريك أسعار المواد البترولية نعم تونس رفعت الشهر الماضي مرتين أسعار المشتقات النفطية المغرب كذلك والإمارات عدة دول مستهلكة هي المتأثرة الأكبر من هذه الاتفاعات الحقيقة غير مسبوقة منذ 14 عاما حتى أسعار المشتقات النفطية في الدول الغربية دول الغنية هناك شكاوي كثيرة من واطنين واتمتحدة كان الأسعار في الولايات المتحدة للقالون بالمعدل أكثر من 4 دولار للقالون وهو السعر الأعلى من 14 عاما كذلك في الدول العربية الأفقر والتي دات تستطيع هذه الحكومات تغطية بعض الفواتير أو حتى معالجة نقاط الخلل عند متدني الدخل عند الفقراء على وجه الخصوص حتى في الدول المنتجة أخ أحمد للنفط هناك نظرة سائدة بأن الدول المنتجة للنفط هي المستفيدة الآن ومستقبلا من أسعار النفط المرتفعة وهذه لا أتوقع أنها صحيحة أعتقد بأن منتجين نفط في الخليج العربي ومنتجين نفط العرب وغير العرب هم متضررون من أسعار بثلاث أرقام لبرميل النفط لماذا قد يكون الاستفادة آنية لكن هم على يقين بأن هذه الأسعار سوف تتسبب بانخفاض في الطلب المستقبلي والهدم في الطلب المستقبلي وانخفاض في النمو الاقتصاد العالمي وبالتالي انخفاض أسعار النفط المستقبل لكن اسمح لي يا دكتور الفارق لن يعوض أما عندما تكون مثلا إحدى الدول تربط سعر البرميل عند 55 دولار ثم اليوم نتحدث عن 123 أو أكثر للبرميل هذا فارق ضخم دكتور نعم صحيح ستحقق فوائذ في موازناتها هذا العام جميع دول الخليج يعني ربما فقط حاليا فوق 120 دولار جميع دول الخليج حققت أكثر بكثير من سعر التعادل الذي وضعته لخام برنت أو لسعر برميل النفط في موازناتها لكن هذا آني في هذه السنة الحالية إرباك الدخول من قطاع المنتجات النفطية والصادرات النفطية يربك السياسات المالية في السنوات القادمة ونحن من خلال دراسة تاريخ أسعار النفط عندما ترتفع أسعار النفط سنة أو سنتين يتبحخ خمس سنوات في انخفاض أسعار النفط لأن النشاط الاقتصادي العالمي بحاجة إلى فترة حتى يعاود النهوض مرة أخرى وخاصة بأنه نحن نرى أنه هناك منافسة كبيرة أيضا الآن في الانتاج ونشهد ارتفاع في انتاج النفط الصقري الأمريكي أيضا هذا يعني من صعوبة التحكم فيه إذا كانت دول أوبيك فلاس تستطيع التحكم في انتاجها حاليا حتى هذا غير يعني مأمول على المدى القريب ربما عند فرض عقوبات على روسيا تخرج روسيا من أوبيك بلس ويتلاشى تأثيرها على أوبيك بلس وبالتالي يعني ينفرط عقد أوبيك بلس وتعود أوبيك إلى حلتها القديمة في الثلاثة عشر دولة يعني إذا غيرت صيغة سؤال وقلنا من أبرز المستفيدين من ارتفاع أسعار الطاقة في العالم جراء الحرب الروسية على أوكرانيا وأبرز الخاسرين من وجهة نظرك أبرز الخاسرين هم أكبرز المستهلكين للنفط في العالم يعني حتى الويات المتحدة هي أكبر مستهلك للنفط في العالم الصين هي من كبار مستهلكين نفط في العالم وكبار مستوردين نفط في العالم أعتقد بأن في هذه الحالة جوابا على سؤالك الصين هي أكبر الخاسرين الآن لأنها أكبر مستورد للنفط في العالم وتدفع الآن أكبر فاتورة على اقتصادها وعلى مواطنيها وأكبر المستفدين هم أكبر المصدرين للنفط في العالم حقيقة ويعني هنا الآن بالمصادفة المملكة العربية السعودية وكذلك روسيا في الدرجة الثانية ولذلك يسعى الغرب إلى حرمان روسيا من هذه العائدات التي الآن تجنيها من بيع أسعار النفط بأسعار مرتفعة ارتفاع أسعار النفط لا يزيد فقط البنزين وغيره من المواد النفطية لكن له تأثيرات أخرى دكتور يعني عالم سواء حتى المواد الغذائية إلى آخر هل هذا صحيح وسنرى ارتفاعات كبيرة خصوصا في دولنا العربية في أسعار الغذاء وما شابه أم لا أشكرك أستاذ أحمد يعني بالفعل العالم الآن يتحدث عن التأثر الأوروبي من انقطاع الطاقة الروسية بينما لا أحد يتحدث عن التأثر من الدول المعتمدة على سلة الغذاء القادمة من أوكرانيا وروسيا وهنا نرى أن أبرز المتأثرين هم العرب ومصر على وجه الخصوص نعم أسعار النفط تساهم بشكل كبير في رفع معدلات التضخم وفي رفع سلة من السلع الاستهلاكية وأسعار الشعن على وجه الخصوص لكن ما يميز هذه الأزمة بأنها تخص دولة منتجة كبيرة للطاقة وارتفعت أسعار النفط تبعا لذلك وتخص أيضا دولة منتجة للعديد من المعادن المؤثرة في العالم كالألمنيوم والنحاس والصلب وغيرها من المعادن التي تدخل في جميع المنتجات الاستهلاكية أو حتى المنتجات الكهربائية أو حتى ما نستعمله في الإنشاءات بالبناء وتدخل أيضا بمتلازمة أخرى مع دولة أيضا تعتبر سلة غذاء روسيا وهي أوكرانيا وروسيا أيضا تعتبر سلة غذاء للعديد من دول العالم فهذه الأزمة كانت تشمل ثلاث محاور سيتأثر منها بشكل كبير المواطن العربي أشكرك شكرا جزيلا دكتور على كل هذه المعلومات الدكتور عامر الشبكية خبير النفط كنت معي عبر الإنترنت من عمان ترجمة نانسي قنقر